Das Wochenende im Wald يعني نهاية الأسبوع في الغابة Der Wald وهي الغابة Es ist Wochenende إنها نهاية الأسبوع Das Wochenende Max ruft seinen Freund Peter an Max يتصل بصديقه Peter Max هو الفاعل بمعنى هو الشخص الذي يقوم بالفعل الفعل هنا هو الاتصال الفعل an-gofen فعل منفصل معنى اتصلة يتصل فعل plus accusative ولهذا السبب عندنا an في آخر الجملة ينفصل عند تكوين الجملة الرئيسية الفعل في اللغة الألمانية يكون موقعه هو الثاني ثم عندنا seinen Freund وهو المفعول به الفعل دائما في النوميناتف الفعل موقعه هو الثاني وعندما يكون عندنا فعل plus accusative المفعول به يكون في accusative Ich rufe dich an سوف أتصل بك أين هو الفاعل ich في النوميناتف أنا التي سوف أتصل أين هو الفعل الفعل هو an-gofen موقعه هو الثاني وan في آخر الجملة لأنه ينفصل dich هو المفعول به في accusative لأن الفعل an-gofen فعل plus accusative sie ruft denartst an هي تتصل بالطبيب نفس الشيء الفاعل هو sie هي من يتصل هي تتصل الفعل نفس الشيء an-gofen an في آخر الجملة denartst المفعول به في accusative er schlikt vor يعني هو يقترح الفعل vor schlagen فعل منفصل معناه اقترح يقترح فعل غير منتظم plus accusative sie schlagen ein neues Thema vor يعني هم يقترحون موضوعا جديدا الفاعل هو هم sie الفعل ينفصل إذن vor تأتي في آخر الجملة ein neues Thema في accusative er schlikt ein spiel vor هو يقترح لعبة lass uns in den Wald zum wandern gehen دعنا نذهب للغابة للتجول الفعل lassen هو فعل plus accusative lass uns تستخدمها لتقديم اقتراح lass uns للتجول لماذا استخدمنا هنا حرف جردسو لأن حرف جردسو نستخدمه مع الأنشطة das wandern يعني التجول لمسافات طويلة حرف جردسو دائما يستخدم plus dativ das wandern das wandern تصبح den wandern في الداتيف wir fahren zum schwimmen sie fährt zum laufen das schwimmen و das laufen مع الأنشطة كما قلت سابقا تستخدم حرف جردسو مع الضاتف دائما بيتا antwortet يجيب بيتا نعم هذا يبدو جيدا ich packe meinus achn سوف أحزم أشيائي الفعل packe هو فعل plus accusatif معناه حزمة أو جمعة الفعل هو if في النوميناتف الفعل في الموقع الثاني والمفعول به meinus achn في accusatif لأن الفعل packe plus accusatif ich packe die koffer أنا أحزم الحقائب er packt sein essen هو يجمع طعامه sie treffen sich an der bus halter stelle يلتقون في محطة الحافلات sich treffen فعل انعكاسي plus accusatif معناه التق يلتقي ich treffe dich morgen سوف ألتقي بك غدا الفعل ich الفعل في الموقع الثاني و dich هو الضمير الانعكاسي die bus halter stelle محطة الحافلات نستخدم معها حرف جر an وحرف جر zu ich gehe zu bus halter stelle ich bin an der bus halter stelle ماكس ماكس بيتر steigen in den bus ein يركبون ماكس و بيتر الحافلة einsteigen in الركوب في وسيلة نقل معينة sie steigt in den zuge ein هي تركب القطار einsteigen in الركوب في وسيلة نقل معينة aussteigen aus النزول من وسيلة نقل معينة حرف جر in يستخدم plus accusatif لأن عندنا حركة تغيير مكان الركوب ولكن حرف جر aus دائما plus datif بغض النظر هل عندنا حركة أو لا توجد حركة اشتاige aus dem zuge aus انا انزل من القطار زي فahren bis zum wald يذهبون حتى الغابة bis zu حتى wir فahren bis zur schule نحن نذهب حتى المدرسة زي läuft bis zum park هي تجري حتى المنتزة بعد التجول يرون بحيرة يمكن هذه الجملة أن تكون أيضا على هذا الشكل دائما فعل في الموقع الثاني الفاعل زي هم الفعل ثم المفعول به ثم حرف جرناخ ولأن الجملة مرنة في اللغة الألمانية يمكن أيضا أن نبدأ ب نخ دين فاندان ولكن الفعل يبقى في الموقع الثاني الفعل زي فعل plus accusative حرف جرناخ دائما نستعمله plus datif أين زي بحيرة في النوميناتف أين زي في أكوزاتف ماكس يقول دعنا نسبح زي مكان ما نستخدم حرف جرن يشويم مزي أنا أقوم بالسباحة في البحيرة زي شويمت مفلوس هي تقوم بالسباحة في النهر نحن نقوم بالسباحة في البحر الأطفال يسبحون في البحيرة نخدم شويمت بعد السباحة يقومون بنصب الخيمة في البحيرة اوف باون فعل plus accusative منفصل معناه ركبة أو نصبة دست سيلت وهي الخيمة استخدمنا حرف جرآن مع البحيرة لأنهم لن يقوموا بنصب الخيمة في وسط الماء أي داخل البحيرة ويقومون بتحضير الأكل بروت ميت تون فيش أوس در دوز يعني الخبز مع التون المعلبة تون فيش أوس در دوز تعني التون المعلبة زلات الخص والطماطم در زلات تعني الصلطة وكذلك الخص دي تماطن الطماطم اشتركوا في القناة